بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة أربعين اللي يتحدث عن استخدام if I had known I wish I had known study this example situation ادرس هذا المثال هذا المثال من خلاله راح نعرف استخدام if I had I wish I had last month Gary was in hospital for a few days شهر الماضي كان غاري في المستشفى لعدة أيام ريتشول didn't know this ريتشول ما عرف بهذا الشيء لذلك هي لم تزره لأنه مكانتها معلومة they met a few days ago هم التقوا بعد بضعة أيام أو في أيام مضت ريتشول said هي قالت if I had known you were in hospital لو كنت أعرف أنك في المستشفى I would have gone to see you سوف أذهب للقائك إذن بالباست لو كنت أعرف طيب ريتشول said هي قالت ريتشول if I had known لو كنت أعرف if I had known you were in hospital this tells us that she didn't know بأنها لم تكن تعرف didn't إذن passed إذن ماضي زين we use if plus had اللي هي مختصرها add to talk about the past لستخدم الif زائد had للتحدث عن الماضي جيد if I had known or been or done إذن الif زائد subject زائد had زائد past participle تصريف ثالث هذي ماضي يعني I didn't see you when you passed me in the street أنا لم أراك عندما تجاوزتني في الشارع if I had seen you لو رأيتك أو إذا رأيتك بالماضي of course I would have said hello بالطبع سوف أقول هاي سوف أين طلاب بالباست سوف أقول مرحبا but I didn't see you ولكني لم أراك I didn't go out last night أنا لم أذهب خارجا الليلة الماضية I would have gone out I would have gone out if I hadn't been so tired سوف أذهب خارجا إذا لم أكن متعبا but I was tired ولكن كنت متعبا بالباست أيضا زي if he had been looking إذا كان هو ينظر where he was going إلى أين هو ذاهب he wouldn't have walked into the wall هو لن يسير نحو الجدار but he wasn't looking ولكنه لم يكن ينظر إذن هنا استخدم هنا past continuous الماضي المستمر للتعبير عن حدث ب past باستخدام the view was wonderful المنظر كان رائعا if I had if I'd had a camera لو كان لدي a camera with me معي I would have taken some pictures سوف أأخذ بعض الصور but I didn't have a camera ولكن لم يكن لدي a camera نعم قارنة I'm not hungry I'm not لست جائع if I was hungry I would eat something now إذن هنا للتعبير عن الحالي الزمن الحالي اللي هو present بس هنا التركيب مالتنا اللي هو I wasn't hungry if I had been hungry I would have eaten something اللي هو past إذن هذا اللي هو مالت اليوم اللي جاي ندرسه هو يعبر عن past يعبر عن شيء تتمنى لو حصل في الماضي أو حصول متوقف على شيء لم يحصل أصلا طيب لو رأيتك I would have said hello سوف أقول لك مرحبا not if I would have seen you not that لاحظ ذلك add can be with or had إذن الهاد هي مرادف لل with if I'd seen you if I'd seen you I'd seen يعني معنى I had seen إذن الهاد هاي مقتصر الهاد I'd have said hello I'd have said I would have said الملاحظة see we use had done نستخدم الهاد done in the same way after wish بعد الوش نستخدم الهاد done I wish something had happened يعني بالبعث I'm sorry that it didn't happen it didn't happen sorry I wish I'd known that Gary was ill أتمنى لو عرفت بأن هاري مريض I would have gone to see him but I didn't know ولكن لم أعرف إذن نقدر نقول الوش هي مرادف إثن ما اتفقنا للهاد gone أو للهاد done عموما I feel sick أنا أشعر بالمرض I wish I hadn't eaten so much cake أتمنى لو أنني لم أأكل الكثير من الكيك I ate too much كيك ولكني أكلت الكثير من الكيك Do not use would have after wish يقول ما نستخدم الود have بعد الوش The weather was cold الطقس كان بارد when we were on holiday عندما كنا في عطلة I wish it had been warmer متعبا الآن I'm not tired now present إذن هنا نستخدم هذا التركيب للتعبير عن شي لو حصل في الماضي رح يكون نتيجته الآن ولكن ما حصل في الماضي ذلك ما لا نتيجة فهنا لذارية ترجم الجملة If I'd gone to the party last night إذا ذهبت إلى الحفلة الليلة الماضية I would be tired سوف أكون متعبا الآن مراقب ولكن أنت مو متعب الآن ليش لأنه الحدث ما حصل للفارح اللي هو ذهبك إلى party نعم طبعا عندنا مقارنة ما بين would have could have والmight have خلونا نشوف شنو المثلة اللي موجودة If the weather hadn't been so bad إذا الطقص لم يكن سيئا جدا We would have gone out سوف نذهب إلى الخارج Would have gone We could have gone out gone out We would have been able to go out يعني أكون إمكانية أو قدرة الذهاب إلى هنا We might have gone out Perhaps we would have gone out لاحظوا الفرق إذن المight تستخدم على أنه ربما نذهب ربما نذهب ما لها علاقة بعدم الإمكانية أو وجود الإمكانية وإنما عموما هو مخير أكو احتمالية للذهاب ترجمة نانسي قنقر شكرا